مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الرواندي بول كاجامي توجه خلاله الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة متمنيا له التوفيق والسداد ومؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين فضلا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية من جانبه ثمن الرئيس الرواندي تهنئة الرئيس السيسي مؤكدا مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعيدة في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما بالإضافة إلى تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الإفريقية أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل موضحا أن الدولة تستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده دكتور مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية عقب الاجتماع الإسبوعي للحكومة وقال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية وقال رئيس مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطن المصري قائلا أشكر المواطن المصري العظيم الذي تحمل خطة وقف تخفيف الأحمال وأطلب منه أن يساعدنا في ترشيد الكهرباء كما قال إن الدولة تسعى لتمكين أكبر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وسيتم إعلان قرارات هامة الفترة مقبلة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين وقال مدبولي إنه من حق مجلس النواب أن يوافق على برنامج الحكومة أو يرفضه موضحا أن الحكومة ملتزمة بهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات متابعا فيما يتعلق بصندوق النقد علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم التاسع والعشرين سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية مزيد من التفاصيل في التقرير التالي هم فخر مصر أبطالها ورجالها وركيزتها الأساسية لتنفيذ المهام القتالية نظر أنفسهم آملين النصر راغبين الشهادة أقسم يمين الولاد بأن تظل راية مصر عالية خفاقة أبدا الظهر شعارهم الواجب الشر الوطن الكليات العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال في كل العصور صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على الأعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم كليات حربية بحرية جوية دفاع جوي والكليات العسكرية الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملت المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذي أشار فيه إلى الشروط العامة والخاصة للقبول كما أكد خلاله على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في التحديث وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية لبناء شخصية طلبة الكليات العسكرية بما يتوافق مع أحدث نظم الأعداد والتأهيل في العالم وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو www.tanseek.mod.gov.eg ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg تلقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك وذلك لتهنئته على توليه منصبه الجديد وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة بأن الدكتور عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن تقدير مصر للعلاقات مع ألمانيا ودعمها المستمر لمسار التلمية في مصر لأسيما الدور الهام للشركات الألمانية العاملة في مصر خاصة في مجالات المشروعات القومية واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في رعاية عملية التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدا على أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية مشددا على أهمية استمرار الدعم الألماني لوكالة الأونروا التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع إيريك شوفاليي السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين مشيدا بالتعاون المسمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيرا إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية